موسيقى أهلا وسهلا بكم أحباء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مزامير وكلمات ورحب بكم أجمل ترحيب وصلي أن تكونوا في ملء بركة إنجيل المسيح ورحب بضيف الحلقة الأخ باسم أندريا دكتور باسم سبب فرح وبركة لنا دايما تكون معنا في البرنامج الله يباركك يا حبيبي وأنا سعيد جدا أشاركك هذا البرنامج الرأى شكرا للرب النهاردة نفسي نتأمل في مزمور من المزامير الجميلة هو مزمور طويل شوية يا دكتور باسم بس أنا عارف أن ربنا سيدينا فيه كلام مبارك وتسجيع لنفوسنا مزمور 31 تعالوا أحباء المشاهدين رمع بعض أنا بشجعكم دايما في برنامج مزامير وكلمات خلوا كتابكم المقدس مفتوح بصلي أن كتابنا دايما يكون مفتوح في حياتنا وفي بيوتنا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين هقرأ بعض الأعداد وإن تكملوا إراية كل المزمور عليك يا رب توكلت لا تدعني أخزى مدى الدهر بعدلك نجيني أمل إلي أذنك سريعا أنقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي لأن صخرة ومعقلي أنت من أجل اسمك تهديني وتقودني أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي لأنك أنت حصني في يدك أستودع روحي فذيتني يا رب إله الحق أبغطت الذين يرعون أبطيل كاذبة أما أنا فعلى الرب توكلت أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت في الرحب رجلي آمين إحنا قرينا لغاية عدد 8 لكن أنا حاسس المزمور هنحتاج أن نأخذه في حلقتين بس بشوف يعني بحس أنه المزمور نقدر نحط عنوان دكتور باسم أنه مزمور الاتكال صحيح يعني داود هنا بيعلن اتكاله الكامل على الرب آية صحيح لأنه أنا شايف حتى كلمة الاتكال مكررة يعني حتى في كل المزمور حضرتك ما أردتش المزمور كله لكن في عدد واحد عليك يا رب توكلت في عدد ستة أما أنا فعلى الرب توكلت في عدد 14 أما أنا فعليك توكلت في عدد 19 ما أعظم جودك الذي ذكرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك للمتكلين يعني تكرر كلمة الاتكال كلمة متكل أو مفرداتها أو المعاني المقاربة حتى لما يقولوا لتخليصي ما هي فيها نوع من الاتكال على الرب للخلاص صحيح وهكذا أنت صخراتي يعني أنا ضعيف وأنا باتكل عليك وهكذا يعني فمزمول الاتكال بس يعني كمان هو متألم متألم فبدل ما بيبص الألم وظروفه وينهار لا بيتوكل على الرب وفي توكله هنا كمان بيعمل حاجة مهمة قوي وهي أنه بيصلي فأنا بحس أنه لما نكون متألمين أعظم ملجأ لنا أو أعظم شيء نعمله أن نحن نصلي صح الصلاة ملجأ للمتألم يعني عليك يا رب توكلت لا تدعني أخذ مد الظهر أمل إلي أذنك إنقذني كل صخرة حصن بيت ملجأ يعني واحد حسس أن الصلاة أو الرب ملجأ لي ومن خلال الصلاة هو بيحتمي في هذا الملجأ نعم أحباء المشاهدين في الكلمات دي نقدر نشوف خمس أسباب بتدفع المرنم للصلاة وده اللي إحنا هنشوفه مع بعض أول سبب بيخلي المرنم يصلي دكتور باسم في رأيك أول سبب أنه يعني حاسس أنه واثق في الرب يعني مش جاي لحد ضعيف يمكن أه ويمكن لا فأقول عليك يا رب توكلت لأن صخرتي ومعقلي أنت أيوة أنا بيعجبني أو عايز أقول أن مسيحيتنا دائما مسيحية اليقين يقول له بولوس أنا عالم بمن أمنت ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير فالمسيحية مفهاش في الآخر نقول مثلا والله أعلم يعني يا صابت يا خابت لا لابد الذي يأتي إلى الرب يثق أنه موجود يثق أنه موجود يعني جاء واحد ابنه مجنون وقال له إذا كنت تقدر تعمل حاجة أعنى قال له لا إذا كنت أنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن إيه بقى يا دول جاي تصلي وإيه حالتك قال أنا واثق في الرب فعشان كده بصلي عليك يا رب توكلت لأن صخرتي ومعقلي أنت مش لأنك أنت احتمال تكون صخرتي وأنا شايف السبب الثاني لما يقول له من أجل اسمك صحيح فالسبب الثاني اللي يدفع المرنم للصلاة ثقته في شفاعة اسم الرب وقبول الصلاة على أساس أننا دايما نقول بصلي باسم الرب يسوع المسيح أمين كل ما طلبتم من الأبي اسم يكون لكم أو أنه دود كمان واثق أن اسم الرب ده حاجة عظيمة كده اختبروا مرة قال جوليات أنت تأتي إليها بسيف ورمح وترس أما أنا آتي إليك باسم رب الجنود رب الجنود إله إسرائيل الذي نعيرت جيوش ومأواس يحبسك الرب في يدي فأنا داود بقول أنا مختبر عن إيه إسم الرب إيه السبب الثالث اللي يدفعني كمرنم أصدق أن الصلاة مهمة أو بيقوله فديتني نظرت إلى مزلتي عرفت في الشدائد نفسي لم تحبسني في يد العدو أقمت في الرحب رجلية كلها تحس إنها بالفعل ماضي فده المؤمن المختبر يعني إيه الفرق بين مؤمن لي 20-30 سنة مع الرب ومؤمن لسه حديث ليه بتقول المؤمن الحديث لما تكون في زنقة روح صلم مع واحد يعني ليه اختبارات أو يعني عجوش الإيمان عشان يشجعك كده لأن الشخص المختبر الرب من فترة عنده اختبارات عنده اختبارات بتشجعه طيب لما أنا أكون في ديقة أبصر الاختبارات الماضي فكر سمويل النبي لما انتصر على الأعداء رح نصب حجر وسماه حجر المعونة وقال كده إلى هنا قد أعانى نرد طيب أنا في مشكلة طيب كان في مشكلة السنة اللي فاتت أكبر منها والرب شجعني فيها والسمع صلاتي يبقى لسمع صلاتي المرة اللي فاتت وأنقذني يبقى أكيد برضو حيتدخل ممكن دخل بطريقة أخرى مش لازم نفسي الكيفية اللي اتدخل فيها معي المرة اللي فاتت أو لدخل مع شخص تاني لكن فيه اختبارات فيقول أنت فديتاني قبل كده أنت نظرت إلى مزلاتي قبل كده أنت عرفت في الشدائد نفسي قبل كده أنت لما تحبسني في يد العدو اللي هو جوليات أو غيره أنت أقمت في الرحبة رجليا عشان كده ده سبب ثالث أني أنا آجي أصلي السبب الأول أني واثق فيك السبب الثاني أنا جاي لي اسمك أنت شخص عظيم أنت مش أي حاجة ده اسمك السبب الثالث أنه لي معاك خبرات أنت كنت حلو جدا معايا المرات اللي فاتت أمين أنا عايز أقول اختبارات الماضي بتشجعني صحيح للثقة في الرب والصلاة بس برضو أنا بيكون عندي مرات نوع من الشك بالرغم أن الرب عدى معايا في المشاكل قبل كده بس كل مشكلة مرات ييجي الشيطان بالذات يقول لك بس دي تفتكر دي هتتحل لو نجح الشيطان يوصلك لمرحلة الشك أنها ليست تتحل ومالهاش حل يبقى انتصر كأنه انتصر عليك وسحب منها قوتك لكن لما أحط دايما رصيد الماضي على أنه مشجع لي وكل أحجار معونا في حياتي ببص عليها وبتشجع زي ما قال في يوم الأيام يا عقوب بعصاي عبرت هذا الأردن والآن صرت جيشين بيبص للماضي واو أشاف دي ربنا ميشي معايا خطوة بخطوة وكبره وحماه حتى وهو في بيت خاله وإزاي أكرمه الرب وباركه وعنده بقي خير كتير قوي قوي فنحن محتاجين نبص الرصيد الماضي للتشجيع باستمرار صحيح الشيء الرابع اللي من أجله ممكن يكون عندي ثقة في الصلاة الشيء الرابع هو هنا بيبص الحتة عملية بيقولوا أنا أبغط الذين يراعون أباطيل كذبة يعني أنا مفيش لهم على ضميري أمين ودي حتة مهمة جدا قالها الرسول كأنه يتكلم عن التقوى الشخصية قالها الرسول يوحنى بيقول أيها الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لأن نحفظه صياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه لما يكون المؤمن حياته مهرجلة ومش منضبط في سلوكه لما بيجي يصلي بيبقى الثقة مهزوزة شوي أنت أخلي بحاذك صح وأنا أشجعه برضه لو كده برضه يجي يصلي بس يجي الأول يصلي ويعترف قلباً لقياً يخلق فيه يا الله يصلي ينظف ينظف عشان يبقى ما فيش لومه على قلبه وعلى ضميره عشان هنا تتجدد الثقة ناحية الرب الشيء الخامس عشان هناخد فاصل بعد كده الشيء الخامس أقوله صخراتي ومعقلي أنت صخرة أنا ممكن أنهزم أنا ضعيف لكن أنت أنت صخرة أنت قوة عظيمة جداً 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 اسمك لكن أنت كمان صخرة يعني أنا عامل زي الوبار طائفة ضعيفة لكن يبني بيته في الصخرة طب أنا ضعيف ماش طب أنا أنهزم ماش لكن أنت تنهزم حاجة خليته يسق في الرب وخليته يصلي لأنه حاسس أن الرب ده ملجأ أن الرب صخرة أن الرب حصن فبيلجأ لشخص مش عادي مش بيلجأ لشخص ضعيف لكن بيلجأ لصخرة لحصن لملجأ تأملنا أحبائي في خمس أسباب تدفع المرنم إلى الصلاة سنواصل تأملاتنا مع خادم الرب الدكتور باسم أندريا من فضلك ابقوا معنا أحبائي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أنه الصلاة ملجأ المتألم وبنتكلم عن شفنا إزاي ربنا بيتدخل في وسط الألم لكن عايز أشوف الجزء التالت ده دكتور باسم بيتكلم عن حالة المتألم المتألم حالته صعبة جدا فتقدر تلقينا الضوء على الجزء ده أنا حسه المتألم من جواه حزين فيه حزن في داخله أو مضغوط في داخله وكمان فيه حزن خارجه فلما بيقول في عدد تسعة ارحمني يا رب لأني في ضيق دي حاجة داخلية خسفت من الغم عيني نفسي وبطني حاجات إيه بقى؟ حاجات داخلية لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عزامي هنا بقى أحسيسه أنه من جوه من جوه في ده ده مؤمن أصيبة بالاكتئاب وأنا هنا عايز ألقي ألقي الدوق على فكرة أنه فيه ناس يمكن بتقول لك لا 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 المؤمن ما يكتئبش والاكتئاب ده حاجة بس تيجي للناس اللي بعيدين عن ربنا فأنا عايز أقول ده مؤمن أصيب بالاكتئاب وأي حد ممكن يجيله الاكتئاب ده بس فيه الفرق بين الاكتئاب كمرض يمحتاج علاج وفيه من الاكتئاب يعني ظروف صعبة حزين متألم هل مرات الظروف الصعبة يا دكتور باسم تقودني إلى الاكتئاب المردي في بعض الأحيان لكن مش شرط الأفرازات في غدت في المخ بتفرز حاجات كيميائية تتضبط بالعلاج مضوط يعني فيه اكتئاب أقصد يحتاج إلى علاج لكنه مش مش تعبير على أني أنا بقيت بعيد عن ربنا أو أنا وأن هذا تقديم أو أني أنا وحش إطلاق زي أي مرض عضوي لكن أنا هنا بتكلم عن الاختبار أني حزين الرب نفسه كإنسان النفسي حزينة جدا حتى الموت لكن كمان بيقول أنه لا ده كمان فيه ضغوط خارجية في حزن خارجي إيه سبب في الحزن الداخلي ده فعال 11 يقول عند كل أعدائي صرت عارا وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي الذين رؤوني خارجا هربوا عني يبقى بيقول أنه فيه أعداء من الخارج نعم بس نشوف بقى أنه كمان عنده فيه أمل يعني يعني مش مستسلم لليأس والهزيمة والألم لكن عنده أمل عنده أمل بقى إيه أما أنا فعليك توكلت قلت إلهي أنت شايف فالأعداد كلها من واحد لتمانية بيعلن المرنم أنه فيه رجاء وفيه أمل طيب دكتور باسم بسرعة يعني أنا حاسس نفسي أن نتكلم عن صلاح الله الجزء الرابع و بعدين هندخل على الجزء الخامس لكن أنا شايف أن الحلقة دي تستحق أن احنا أو المزمور دا نديله حلقة كمان ياريت لكن إيه رسالة تشجيعك في ثواني معدودة للمشاهد بعد ما شايف الحلقة دي أشجعك عزيز المشاهد لما تكون فيه ضيق لما تكون فيه غم لما تكون فيه ظروف صعبة مليكش ملجأ مليكش حصن غير الرب غير اسم الرب اللي برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع تعالى صلي تعالى ما تلجأش للناس حيخزوك لكن لما تلجأ للرب وتصلي إليه لابد أنه حيسمع صلاتك ولابد أنه هيستجيب صلاتك تعالى بثقة وتعالى بإيمان وانتظر الرب دكتور باسم شكرا جزيلا الرب يباركك كانت تأملات رائعة حبائي مع خادم الرب أصلي أن يبارك الرب حياتكم وهذه الحلقة وهذا المزمور يكون سبب بركة ليكم في مسيرة حياتكم الروحية أترككم في رعاية القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة